اشتركوا في القناة المناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الثالث عالميا في الترتيب العام لبطولة العالم لنصف الماراثون التي اختتمت مؤخرا بمدينة فالانسيا الاسبانية بعد حصولها على ثلاث ميداليات بينها فضية وبرونزيتين واكد سموه ان هذا الانجاز العالمي هو ثمرة للرعاية المتواصلة التي يليها عاهل البلاد المفدى للحركة الرياضية والشبابية في المملكة وحرص جلالته المتواصلة على متابعة مشاركة المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل وضاف سموه ان التاريخ سيدون هذا الانجاز باحرف من ذهب مشيدا بما ظهره عد اول البحرين من روح العزيمة والاسرار ليكونوا خير سفراء لوطنهم والرياضة العربية بصورة عامة لكون البحرين الدولة العربية الوحيدة التي بلغت منصة التتويج كما اشهد سموه بالدور الكبير للاطقم الفنية والادارية والاعلامية في تحقيق هذا الانجاز معاهدا سموه القيادة الرشيدة على بذل المزيد من الجهد في المحافل القادمة